تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق في هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق الذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية خلال الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطة التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين وكذا مؤصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة مع التصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف ومنع عودة المظاهر العشوائية وتم استعرض الإجراءات المتخذة من جانب الوزرات والجهات المعنية لاستكمال مخطة التطوير بجزيرة الوراق